طب البيانو ايه اخبار علاقة الحب ما بين البيانو بصي يا ماروة الموسيقى هي روح الدنيا وهي احدى لغات الرحمن هي حياتي من قبل ما تولد بصي انا بتنفس مزيكة يعني حتى من راحي مولدتي كانت هي عزفة البيانو وكانت بتروحي متحاناتها اه يعني انتي سنع عمل وانتي بس تتكوني اه والله اه النهاردة فالنتاين انا احب اقول حاجة زانتوتا في فالنتاين انتي كنت علالي حتقولي على زانتوتا اه 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 سانتا فالنتاين سانتا فالنتاين اصبح سانتا ليه لانه كان القيصر روما في عام المعركة وكان مانع الزواج فسانتا فالاسيس اسمه فالنتاين كان بيزاوج الناس من وراه لانه شايف انه حرام يبقى فيه علاقات مش خلال الزواج فكان بيهم الحاجة لربنا التاني عارف ام قتله وفتبع صالتا وبقى صايتا فالنتا ايه يعني هو كان بيشجع على الحب بالطريقة المزبوطة الصح بس كان مخالف للقوانين بسايتها عندهم يعني طيب احنا لسه هنتكلم ولا هنسمع تاني ولا إلي؟ يلا نسمع تاني يلا نسمع تاني يلا بينا إحنا بنتكلم على طور لكن فكرة إن إحنا نسمع دي بتبقى حاجة هايلة إن إحنا نحتفل مع حضراتكم بعيد الحب دي الدكتور عماد حمدي خلينا نسمع مقطوعة جميلة عن عيد الحب برد الاستعدادات بتبقى مهمة جدا والموبايل دور الموسيقى هي اللغة الوحيدة اللي مش محتاجة مترجمة الموسيقى بتوصل من القلب للقلب على طول أو من القلب اللي بتازف من قلب القلب لقلب الإنسان بيحس بالأجواء اللي بتعملها المقطوعة الموسيقية إيه اللي بيفرق ما بين موسيقى تصويرية لفيلم أو المسلسل أو العمل الفني عن أي مقطوعة بتتعزف كده في مناسبة وخلص ما هي أعتقد نفس الفكرة لأن الموسيقى تصويرية بتاع الفيلم بتعبر عن الموضوع بتاع الفيلم أو اللي هي الحاجات اللي هي تداجاجز اللي ما عرفش بي نسميها إيه بالعربي دكتور تداجاجز يعني تعليمية آه برضو هتلاقيها بتعبر عن فكرة أو موضوع معين فهي كلها تعبيرية الموسيقى كلها تعبيرية تتعبر عن الحالة بالزبط واتأبر بقى الحالة دي لكن برضو ده ده دبانز عن الكمبوزر نفسه هل هو عرف في صور الموضوع بشكل في صدق والعازف كمان هل وصل الموضوع بنفس هذه المصدقية وبرضو يعني لا نغفل دور المتلقي المتلقي لازم يكون عنده وعي ويكون عنده باكجراوند أو دراسة إن شاء الله تكون بسيطة عن الموسيقى تتمكنه ويكون عنده حس مرهف يعني يهدر إن هو يوصل له النغمات دي دخش الحس ده أساسي توصل له المعنى المفروض لإن إحنا بنقدمين عندنا ربنا خلقنا بس جنب الإحساسي بفيه الوعي بقى اللي هو الوعي بالموضوع الوعي الفني أو الوعي الموسيقي إنه هو يبقى مستقبل جيد زي ما بنقول